بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور ووصلنا إلى قول الإمام وأخرج ابن جنير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وابن جنير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما فأدخلهما معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأخرج ابن جنير والحاكم وابن مردوية عن سعد رضي الله عنه قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فأدخل علي وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن جنير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصحها والبيهقي في سننه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ومعه حسن وحسين وعلي حتى دخل فأدنى علي وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جنير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصحها وابن مردو يتعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول الصلاة يا أهل البيت الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأخرج الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي فقيل لزيد رضي الله عنه ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده أو من حرم الصدقة بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل الحارث زادهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأخرج الحكيم والترمذي والطبراني وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما فذلك قوله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا فذلك قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير من السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنا أتقى ولدي آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالهم أهل بيت طهرهم الله من السوء واختصهم برحمته قال وحدث الضحاك بن المزاحم رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن أهل بيت طهرهم الله تعالى من شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم وأخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما دخل علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم أربعين صباحا إلى بابها يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته الصلاة الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنا حرب لمن حاربهم أنا سلم لمن سالمهم أو أنا حرب لمن حاربتهم وأنا سلم لمن سالمتهم وأخرج ابن جريد وابن مردوية عن أبي الحمراء رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغدات إلا أتى إلى باب علي رضي الله عنه فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند وقت كل صلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت إنما يريد الله يذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلاة رحمكم الله كل يوم خمس كل يوم الصلاة رحمكم الله كل يوم خمس مرات وأخرج الطبراني عن أبي الحمراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة ستة أشهر فيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتاد رضي الله عنه في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال قال القرآن والسنة عتب عليهن بذلك وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول يا أيها الناس إن الله يقول إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية وأخرج الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لأسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والتلمذي وحسن والطبراني وابن مردوية عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما لي أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردوية بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولم يذكر المؤمنات فنزل إن المسلمين والمسلمات وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقل قد ذكر كنا الله في القرآن لقد ذكر كنا الله في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات وأخرج ابن سعيد عن عكرمة ومن وجه آخر عن قتادة رضي الله عنه قال لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء لو كان فينا خير لذكرنا فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات وأخرج ابن سعد عن عكرمة رضي الله عنه قال قال النساء للرجال أسلمنا وأسلمتم وفعلنا كما فعلتم فتذكرون في القرآن ولا نذكر وكان الناس يسمون المسلمين فلما هاجروا سم المؤمنين فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يعني المطيعين والمطيعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات أي شهر رمضان والحافظين فروجهم والحافظات يعني من النساء والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني ذكر الله وذكر نعمه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في قوله إن المسلمين والمسلمات يعني المخلصين لله من الرجال والمخلصات من النساء والمؤمنين والمؤمنات يعني المصدقين والمصدقات والقانتين والقانتات يعني المطيعين والمطيعات والصادقين والصادقات يعني الصادقين في إيمانهم والصابرين والصابرات يعني على أمر الله والخاشعين يعني المتواضعين لله في الصلاة من لا يعرف عن يمينه ولا من لا يعرف عن يمينه ولا من عن يساره ولا يلتفت من الخشوع لله والخاشعات يعني المتواضعات يعني المتواضعات من النساء والصائمين والصائمات قال من صام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من أهل هذه الآية والحافظين فروجهم والحافظات قال يعني فروجهم عن الفواحش ثم أخبر بثوابهم فقال أعد الله لهم مغفرة يعني لذنوبهم وأجرا عظيما يعني جزاء وافرا في الجنة وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنساء وابن ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححة وابن مردوية والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصل يا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال لا يكتب الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومتجعا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا أخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة فدخل على زينب بنت جحشن الأسدية فخطبها قالت قالت لست بناكحته قال بلى فانكحيه قالت يا رسول الله هو أمر في نفسي فبينما هما يتحدثان أنزل الله تعالى هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر قالت قد رضيته لي يا رسول الله منكحا قال نعم قالت إذا لا أعطي رسول الله قد أنكحته نفسي وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحشن لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن قتادة رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد رضي الله عنه فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فرضيت وسلمت أي الأمر لله ولرسوله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قال زينب بن جحش وكراهتها زيد بن حارث حين أمرها به محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن مردويا عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها إني إن أزوجك زيد بن حارث فإني قد رضيته لك قالت يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي وأنا أيم وأنا أيم قومي وبنت عمتك فلم أكن لأفعل فنزلت هذه الآية وما كان لمؤمن يعني زينب ولا مؤمنة يعني زينب إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني النكاح في هذا الموضع أن تكون لهم الخيرة من أمرهم يقول ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله تعالى به ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قالت قد أطعتك فاصنع ما شئت فزوجها زيدا ودخل عليها وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه قال نزلت في أمك الثومة بنت عقبة ابن أبي معيد وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها زيدا بن حالثة فسخطت هي وأخوها وقالت إنما أردنا رسول الله فزوجها عبده فنزلت وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن مردو يتوى البيهقي في سننه عن طاووس رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهاه وقال ابن عباس رضي الله عنهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أخرج المزار وابن أبي حاتم والحاكم وصحح وابن مردوية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال جاء العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله جاء العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك قال أحب أهلي إلي فاطمة قال ما نسألك عن فاطمة قال فأسامة بن زيد الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه قال علي رضي الله عنه ثم من يا رسول الله قال ثم أنت ثم العباس رضي الله عنه يا رسول الله جعلت عمك آخرا قال إن علي سبقك بالهجرة وأخرج عبد بن حميد والبخاري والتلمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري والتلمذي وابن المنذر والحاكم وابن مردوية والبيهقي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه قال أنس رضي الله عنه فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاتا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى المترجع